أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وموالا ما هي الأخطاء الشائعة في هذه الصفحة من سورة الأنعام قل أيو القاف القاف يجب أن تكون مفخمة مرتبة ثالثة واللا مراققة قل أيو أيو هنا الياء مشددة كما شرحت في الصفحات السابقة يجب أن أسمع صوت الياء الساكن أي 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 شيء أكبر هنا لدينا إظهار الكافو ساكنة في همس أكبر لا تقلق أكبر خطأ أكبر خطأ أكبر صح أكبر شهادة أقف على ها ساكنة مهموسة بإهتزاز الأوتار الصوتية فيها جريان للصوت والنفس قولي الله هنا طبعا يكون اسم الجلال الله مرقق لأنه سبقته كسرة قولي قولي الله شهيد بيني وبينكم طبعا هنا لدينا إقلاب ولن أتكلم في الأمور التي تخص مواضع الأحكام أو أحكام التجويد فقط أنوه على الكلمات التي ممكن أن يحصل فيها خطأ وأوحي إلي هذه الياءات المشددة اسمع صوت الياء الساكنة تدرب عليها إلي 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 لكي تسمع صوت الياء وتتمرن على هذا إلي 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 هذا القرآن القرآن هناك من يقلق لهذه الرأسي القرآن القرآن هذا خطأ الرأس يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة القرآن قاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنذراكم دائما الإخفاء حاول أنه الحرف الذي سيحدث عنده الإخفاء أن تذهب باللسان إلى مخرج هذا الحرف قريب منه لكي تتهيأ لنطق هذا الحرف إذن لدينا ذال لأن يذهب اللسان إلى مخرج الذال لأنذركم به لدينا إخفاء شفوي ومن بلغ بلغ ممكن أن تقول ومن بلغ 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 لأنه الغين من أحرف الاستعلاء فسوف تفخم الباء والنام وهذا خطأ بلغ 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 انتبه إلى الغين الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس الخاء يجري فيها الصوت والنفس إن جرى النفس في الغين أصبحت خاء أو قريبة إلى الخاء فتمرن على هذا بلغ بلغ أئنكم هنا لدينا همزة مفتوحة همزة مكسورة أئي أئنكم ولا تمط الهمزة المكسورة أئن خطأ هذا النون مشدداء فيها غنى وهذه الغنى تأخذ بالتلقي من المشايخ الأكارم لتشهدون الميم لا تقطع أئنكم لتشهدون ميم أم أم هذا صوت الميم أئنكم لتشهدون كما سمعت صوت الميم من ميم هذه الميم المظهرة لتشهدون الشين تفشي يجري فيها صوت والنفس أن مع الله لا تقول أن مع الله لأنه سبقت اسم الجلال الله فتحه فيفخم فممكن أن تفخم الميم والعين المرقف تقول مع الله هذا خطأ معه مع الله انتبه آلهة أخرى ألخاء ساكنة مهموسة يجري فيها صوت والنفس مفخمة مرتبة رابعة ولا تسحب الضمة الضمة الهمزة إلى ألخاء الساكنة تقول أخ هذا خطأ أخ أخرى أخرى هكذا الرأم مفخمة لأنها مفتوحة قل لا أشهد لدينا إضغام قل لا أشهد نقف على دار ساكنة مقلقة لقلقة لكبرى لأنها في آخر الكلام قل إنما هو إلى هو الحاول أن تخرج هاء من أقصى الحلق لاها صدرية خطأ هذه هو 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 قل إنما هو إله واحد إذا أقف طبعا نحقف على واحد للوقوف دال ساكنة مقلقة لقلقة لكبرى في آخر الكلام وإنني لا تسحب الكسرة كسرة الهمزة وإنني خطأ وإنني بريء مما ماذا حدث لدينا هنا لدينا إضغامات ولدينا غنى مشددة تنوين أحرص عليها مع المد الموجود هنا لدينا تشريكون تا مضموما نضم الشفتين فيها الشين لا تنسى أنها فيها تفشي ويجري فيها صوت والنفس تشريكون الذين لا تمسك اللامات دائما أكرر هذا الموضوع لا تمسك الذين آتين خطأ الذين هذا صح ذي كسرة الذال انتبه للكسرات في كل أحرف القرآن الكريم لا تختلص الكسرة آتيناهم آتي حقق الضم وضم الشفتين آتيناهم الكتاب هم الكتاب اللام كما ذكرت أن اللام القمرية هنا طبعا هذه همزة وصل آتيناهم من الميم المضمومة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الكتابة الكتابة يعرفونه هنا العين ساكنة من مشاكل العين الساكنة منها تقلقل يعرفونه خطأ هذه يعرف يعرفونه هكذا يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة كما يعرفون أيضا لا تقول يعرفون هذه قلقلة يعرفون را في الكلمتين المرقق لأنها مكسورة أبناءهم هنا الميم هذه المد الوقف اللازم عفوا الذين لا تمسك اللام خسيروا لا طبعا نواهت في دروس سابقة قلت أنه عندما تنضع حروف الاستعلاء لا تكور شفتين مثل هذه الآن خسيروا خسيروا وانت تنضقها فإن كان هناك تكور للشفتين هذا غير صحيح لا إعمال للشفتين في نطق حروف الاستعلاء فتدرب على هذا خا افتح الفم خا وليس خو خو خسيروا را مفخمة وحقق الكسرات س أنفسهم نوهت إلى هذه الإخفاءات الفا أطراف الثناء العليا إلى باطن الشفا ملامسة خفيفة ننضق الغنى بعد ذلك أنضق حرف الفا فهم لا يؤمنون ميم مظهرة فهم لا فهم لا أسمع صوت الميم المظهرة يؤمنون الهمزة مقفلة لا تقول يؤمنون قلقل أو يؤمنون يؤمنون خطأ إذن حاول أن تعملها مقطعين يؤ يؤ مينون يؤ مينون هكذا ثم بعد ذلك اجمع لا يؤمنون لا يؤمنون ومن أظلم لدينا هنا إظهار طبعا نون ساكنة بعد همزة ومن الأخطاء التي تحدث في هذه الكلمة أظلم آ آ فخمت الهمزة وهي مراققة لأنها جاورت الظا الساكنة المفخة مرتب الرابعة أظلم أظلم ويجري الصوت فيه هذه الظا ولا يجري فيها النفس غير موجودة في كلمة فحثه شخص سكت ممن افتر مي كسر ني كسر ولدينا مي مشد فيها غن ممن افتر فاء الآن أطلق النفس بالفاء لأن الحرف ضعيف مخرج الفاء ضعيف ممن افتر ممن افتر على الله كذبا على الله مع الأسف هناك من يقرأها على الله على فخم العين واللام لأنها جاورت اسم الجلال الله ومفخم لأنه قبله مفتوح إذن على على الله كذبا كذبا كسرة الذال ركز عليها ولدينا تنوين إظهار طبعا أو كذبا كذبا ذال ساكنة ذال مفتوح لين المشددة لا يجري فيها النفس نسمع صوت فقط كذبا بآياته كسرة التا نقف عليها في الوقف طبعا تكون ساكنة يجري فيها صوته والنفس من الأقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية أما إذا استمرنا يكون لدينا مدصلة كبرى لأنه جاء بعدها همزة إنه لا تمط كسرة الهمزة إنه خطأ إي إن إن إنه لا يف فساكنة أعطيها هواء لا يفلح الظالمون لامون شمسية هنا طبعا ننتقل من الحاء المضمومة إلى الظ لأنه لدينا لام شمسية لأن الظ من الحفوف الشمسية حقق الظمة لكلمة لا يفلح حو إلى أن تأتي إلى الظ المفخم الظ مشددة إذا الظ ساكنة وضاء مفتوحة الظ المفتوح بعدها أليف تكون مفخم مرتبة أولى وضاء الساكنة مفخم مرتبة رابعة الظ الظ لا تجعلها ترجف الظ الظ لا ترجف خليها الظ مستقرة عندك ويوم نحشرهم الحاء نح نح شورهم يجري فيها صوته والنفس الراء مفخمة مضمومة حقق الظ ضم الشفتين مع الضمات مع الواو ضم الشفتين لا تنسى جميعا ثم جميعا ثم إخفاء أذهب باللسان إلى مخرج أثى أتهيأ لنطق ثا لا تقول ثم ثو ثم ثم ما نقول نقول نا نون مرققة جاورة القاف المفخمة مرتبة ثالثة نقول نقول للذ نقول لي اللام مضمومة ثم اللام المكسورة نقول للذ نح حقق الكسرات جمالية الكلمة بتحقيق التشكيل وخاصة الكسر أشراكو شين تفشي را مفخمة مفتوحة كاف لا تقول أشراكو كو خطأ أشراكو أشراكو أين طبعا لدينا مد جائز منفصل بمغضاء حركتين واربعة وخمسة أين شركاء لا تقول شركاء كأوكم هذا يسمح كثيرا من الطلب يقلل صوت الألف أو ممكن أن يجعلها ممالة وهذا خطأ افتح الفام بالغ 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 حتى تسمع تنقي صوت الألف ثم بعد ذلك ترجع الوضع الطبيعي شركاء وأنصح تسمع الحصري رحمة الله تعالى عليه شركاء أكوم أكوم الضمات هنا أكوم الذين لا تمسك اللام مشددة كسرت ذال كنتم الأخطافي كنتم قلتها وأقوله وأعيدها أنه نسحب ضمت الكاف إلى النون الساكنة طيب أنت حاول أنت عملها مقطعين كن كن ماذا يحدث عندك ستقف على نون ساكنة كنتم كنتم إذن كنتم فإذا تقول كن سحبت هنا الضمة إلى وأدخلتها في غنة النون وهذا خطأ وخلل في صوت الغنة إذن كنتم من مظهران أسمع الصوت كما وضحت سابقا تزعمون زاين هي من أحرف الصفية ويجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس ليست من فحثه شخص سكن ثم لم تكن ثم لم تكن نون فإخفاء تكن فتنتهم هنا ثم لم تكن فتنتهم طبعا في قراءة فتنتهم وهنا لدينا في حص فتنتهم إلا أن لا تمسك اللام إلا خطأ إلا انتهى اللام ساكنة اللام مفتوعة إلا لدينا جائز منفصل كما وضحت حركتنا وربع وخمسة أن قالوا هنا لدينا إخفاء وتكون غنة الإخفاء مفخمة مرتبة أولى قاف بعدها مفتوح بعد المفتوح ألف أن قالوا وهنا أنوه وأنبه إلى أنه الهمزة هذه ممكن أن تقول أن آ آ أن قالوا لأنه لدينا بعدها مباشرة غنة إخفاء مفخمة وانتبه لهذا أن همزة مراققة آ آ أن قالوا والله ربنا ربي بنا ما كنا مشركين انظر بدأنا بهمزة قطع مضمومة لأنه ثالث الكلمة مضموم فبدأنا انظر ولكن انتبه هنا أو ضم الشفتين نون ساكن ارجع الشفتين للوضع الطبيعي ضو أضم الشفتين او أن أن قل أن أن كأنه همزة مضمومة ونون لكي تتعلم كيف تخلص ولا تسحب ضمت الهمزة إلى النون التي يحدث عندها إخفاء تقول انظر خطأ ان انظر وتكون الغنة مفخمة بحسب مرتبة الض لأنه الض من حروف الاستعلاء كيف لا تقول كيف كيف هذه يا أوليد كيف كذب كي كيف كذب على أن فسهم وضل عنهم الض مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة ولا تقول وضل ضل خطأ وضل واو ولا تقول واو تفخم الواو وتفخم الام وهذا خطأ الواو ولا مراققة الضادة هي المفخمة وضل وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ظل عنهم الذي كانوا يفترون ونوه إلى أنه هذه ما كانوا عليت شوية الصوت هنا عملت نبر هنا صارت نافية واختلا اختلف المعنى فانتبه إلى هذا الأمر بأن ما تصعد بصوت ما تقول وضل عنهم ما كانوا أصبحت نافية مع العلم أنه الذي كانوا يفترون هي ليست نافية إذن وضل عنهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترون ومنهم من يستمع سين هنا يجري فيها صوت والنفس من حرف الصفير إليك ياء إليك إليك طبعا سوف أقف هنا عندي صلة الياء ساكنة قبلها مفتوح فاحرص على أن تكون لينا وجعلنا لا لا تدخل في النون وجعلنا 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 على قلوبهم بهم كسرت والضم قولوا ضم الشفتين أكنة أن يفقه أكي أكي كسرة الكاف نون فيها غنة طبعا مشددة ثم بعد ذلك أي إضغام لدينا يفقه قاف مفخمة مرتبة ثانية وفي كسرة وفي بعدها آذانهم وقارا قاف مقلقة لقلقة لصغرنا في وسط الكلام ساكنة ولا تنسى أن تفخمها مع القلقة لأنه من أحرف الاستعلاء والتفخيم مرتبة رابعة وإن يروا إضغام كل يروا كل راء مفخمة كل لا تقول كل 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 آية آية لا لإضغام بغير غنة يؤمنوا همزة مغفلة بقفل الأوتار الصوتية يؤمنوا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك هذه كلمات لا إشكال فيها يقول قف مفخمة مرتبة ثالثة يقول يقول الذين لا تبسك اللامات وخاصة اللامة مشددة كفر لا تقول كفر أو كفر كف مرقب رو مفخم كفر إن هذا إلا أساطير الأولين طا مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة را مفخمة هنا لدينا لأنها مضمومة اللام هنا قمرية طبعا أبدأ بهمزة قطع مفتوحة الأول لأنه في الوصل تكون همزة وصل أساطير من الراء المضمومة أساطير الأولين هكذا والواو مشد الأولين حاول أن تسمع صوت الواو الساكنة من الواو المشددة وهم ينهون عنه وينأون عنه ينأون عنه الأولى في الها والثانية بالهمزة وإن يهلكون وإن يهلكون انتبه إلى هذه الأنون الساكنة ليست محركة يهلكون كسبة اللام إلا لا تمسك اللام إلا خطأ إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقف ترى ممكن أن تقول ترى خطأ التاء مراقق إذ وقف و و انتبه إلى الواو مضمومة و إذ وقف قف آخر مرتبة من مراتب التفخيم مكسورة على النار رام رقق فقالوا لا تقول فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد نرد دال ساكنة والرام مفخمة لأنها مفتوحة دال ساكنة ثم دال مضمومة نرد ولا نكذب ذال مشددة ذال ساكنة ذال مكسورة ولا تجعل النفس يجري فيها خطأ بس فقط يجري فيها الصوت بآيات ربنا و نكون من المؤمنين المؤمنين هذه الهمزة مغفلة بقفل الأوتار الصوتية سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك هذا ما كان من توفيق وصواة فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم الموصلي لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته